انطلقت في عين تيراز بلبنان أعمال سينودوس كنيسة الروم الملكين الكاثوليك برئاسة بطرياركي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك يوسف العبسي ومشاركة مطارنا من المنطقة والعالم ليعالج قضايا كنسية على رأسها تنظيم وعمل لجان السينودوس وأقرار الأنظمة الداخلية الجديدة لهذه اللجان ووضع أنظمة الحديثة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية إضافة إلى مناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها قداسة البابا فرنسيس مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في إمارة أبوظبي كما عالج السينودوس قضايتهم الأبرشيات وسبل تطوير الخدمة الروحية والاجتماعية فيها